النهاردة حيكون الفيديو بتاعنا عن مسلسل ست الحسن هنعرف موعد عرضه وقصته وكل حاجة عنه المنتج جمال سنان بيكشف عن موعد عرض مسلسل ست الحسن وقال ان هو حينطلق عرضه يوم 23 من الشهر الجاري يعني 23 من شهر 7 عبر منصة شاهد ونشر كمان صورة لبوستر المسلسل وكتب ملكة الشاشة هودا حسين في مسلسل ست الحسن ابتداء من 23 يوليو عبر منصة شاهد من اخراج باسم شعبه وتأليف محمد وعلي عبد الحليم شمس وبطولة النجمة عبد المحسن النمر احمد الجسمي صحر حسين هند البلوشي وحبيب غلوم وقلاء شاكر شيخة البتر سعيد علي هودا الغانم سعيد سالم وحسن رجل هيكون المسلسل عبارة عن 8 حلقات تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل في المسلسل ده وايه قصته الفنان احمد الجسمي طلع قبل كده على قناة MPC Trending وتكلم فيها مع المزيعين عن دوره في المسلسل وقال انه هيكون دوره هيكون جار للفنانة هودا حسين اللي بتقوم بدور واحدة اسمها ست الحسن ست الحسن واحدة المفروض باين عليها طيبة ما يبانش منها اي حاجة سيئة الناس بتتخدع فيها زي ما كلنا كده ساعات منشوف حد بيكون كويس قدامنا ومنتخدع فيه ومنقول ان الشخص ده طيب او غالبان لكن بعد كده بيطلع الشخص ده ده يوم صيبة وهو ده قصة المسلسل وده حسين اللي بتقوم بدور مفروض واحدة طيبة بيكون دورها قوي جدا وبتكون كمان قتلة ايوة نفس فكرة مسلسل رايا وسكينة المصري وطبعا كان بطولة سواء الخشاب وعبلة كامل وكمان نفس قصة المسلسل السوري واردة شامية وده اللي بطولة سلافة معمار وشكران مرتجي وطبعا القصة هتكون بطعم حلو جدا يعني نكهة كده خليجية ممتعة بنستكشف كمان في العرض وجود الفنان عبد المحسن النمر وحيكون دوره قوي جدا بيقوم بدور الزابط اللي المفروض ان هو بيحقق في جرائم القتل اللي بتحصل واللي بتكون القتلة فيها هي هودة حسين واحمد الجسمي بيكون جار هودة حسين اللي بتقوم بدور ست الحسن وطبعا الجار ده بيدخل معاها في القصص بتاعتها وفي قصص القتل وبيلاقي نفسه ان هو جوه الموضوع ده معاها وبيلاقي نفسه كمان بيساعدها في موضوع القتل ومتورط معاها وكمان مش قادر ان هو يخلص نفسه من الورطة دي يعني خلاص بقى معاها ومش قادر يخرج من موضوع القتل زي بالظبط ما شفنا في مساسر ريا وسكينة لما كان عبد العال اتورط في قضايا القتل مع ريا وسكينة غصبا عنه علشان خاطر شفهم وهم بيقتلوا فتورط معاهم علشان طبعا محدش يئزي منهم دي حكاية المساسر بتاعنا اللي حيكون من تمن حلقات دي صورها المخرج باسم شعبه ومعاهم النجم الاماراتي احمد الجسمي وده حيكون جار ست الحسن اللي حيتورط معاها في الجرائم وكمان بطولة النجمة الكويتية صحر حسين والنجمة الكويتية هنجل بلوشي في توليفة عربية خليجية مميزة وبيضم العمل كمان عدد كبير من النجوم ومن انتاج شركة ايغل فيلمس طبعا الشركة دي حققت نجاح عربي صاحب معهودة حسين ونغبة من الممثلين في مسلسل من شارع الهرم الى اللي اتعرض في رمضان 2022 وكان طبعا مثير للجدل ودي كانت تسريبات مسلسل ست الحسن اللي حيتم معرض قريب وبأن الفيديو عن هودة حسين وعن مسلسلها الجديد فخلونا نتعرف عليها بشكل اكبر وبنعرف ان هي من موليد 20 اغسطس عام 1965 ومثلة عراقية وولدت وعاشت في الكويت وبتحسب على الفن الكويتي من مؤسسين مسرح الطفل في الوطن العربي واشتهرت بأعمالها لموجهة للطفل وتعد من أبرز الفنانات في الخليج قدمت أعمال تلفزيونية ومسرحية كتير جدا بالإضافة لكونها ممثلة فإنها لها القدرة على الغناء اسمها هودة حسين علي الراتي لها اسماء تانية ملكة مسرح الطفل وملكة الشاشة الخليجية بدأت نشطها عام 1972 وحادث دلوقتي ولدت في الكويت عراقيين وكانت أسرتها بتتنقل بين العراق وبين الكويت باباها كان بيشتغل في وزارة التعليم في العراق اتوفى وهي عندها عشر سنين بدأت من أسرة فنية أختها سعاد ممثلة ومزيعة أخبار في إزاعة الكويت أختها نجاة كاتبة ومخرجة أختها ابتسام عملت في التمثيل والإخراق كمساعدة مخرج وسحر ممثلة ومزيعة في إزاعة وتلفزيون قطر شقيق كمان اسمه علي وكمان زوج أختها سعاد هو المصرحي فؤاد الشاطي وكمان أولاده هم أسامة وأحمد وأوس وفي عام 2000 اتجوزت من ممثل الكويت اللي هو عبد العزيز الجطان إلا أنهم انفصلوا بعد كده وفي عام 2017 تم ترشحها لمبادرة صناعة الأمل اللي عقيمت برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب كأول فنانة عربية بتشارك بالنعدة من المشاريع التطوعية الخيرية درست الأدب الإنجليزي في جامعة الكويت ووصلت بدراستها للسنة النهائية لكنها ما كملتهاش بسبب الغزو العراقي للكويت واضطرت أن هي تغادر الكويت وبعد عودتها للكويت انضمت للجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت لدراست الأدب الإنجليزي من جديد وتخرجت عام 2010 اتكلمنا عن تسليبات المسلسل ومش عايزة أطول عليكم الفيديو أتمنى ان هو يكون عجبكو ومستنين المسلسل ست الحسن